في نفس السياق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي السير الذاتية لمرشح وزارة الزراعة محمد كريم وبحسب السيرة المنشورة فان كريم عمل مع صالح المطلق في المزارع التي كان صالح المطلق يعمل فيها شريكا مع ساجد خيرالله وهو بعثي من الطراز الاول وكان ايضا نقيب المهندسين الزراعيين في ديالا بعد سقوط النظام السابق واتنقل في عدة وظائف منها موظف امانة بغداد وبلدية ديالا وعرف بتوسله وانبطاحه امام المسؤولين مضيفة انه كان يقوم بتعاقب معاملات المراجعين في ديالا في دائرة الاراضي الزراعية العامة